نهاردة بقى هنتكلم على الكلينيج والشايفينج ده السنة اللي احنا فتحنا لها اكسس حبل كده السنة دي المفروض ان احنا فتحنا لها اكسس حبل كده لاقينا الميزي وقل كنال له بعد ودس الوقل كنال هنا والمي 2 هنا والبالتل كنال هنا نرجع مع ورادة سريعة كده احنا قلنا اول حاجة عندنا هي الراديو جرافك انتربلتاشن نشوف المعلومات كلها اللي احنا عايزنا هنا هناخد estimated working lens من X-ray وبعد كده ناخد نبتلي هنا نعمل initial glide path انا بعت شوية الميكروسكوب عشان نشوف هنعمل glide path ازاي دلوقتي احنا اخدنا معلومة بقى اخدنا ال estimated working lens من X-ray هنا هناخد طبعا عصدنا يعني هو هيبقى نص ميلي او ميلي away from the apex تمام ده دست باكل كنال سعوة عشر ونص ميلي وده ميز باكل كنال نفس الكريم سعوة عشر ونص وده ميلي الكنال هتبقى نفس الكريم ده هيبقى تمام فلا انا هاملوه بكل بساطة في الاول هروح عامل irrigation كده دوه ميلي الاكس بتاع irrigation اوكي وزي ما احنا اتفقنا لو احنا عاملين اكس الصح بكل بساطة من غير حتى ما يبقى شايف دخلت في الكنال دخلت في الكنال دخلت في الكنال دخلت في الكنال طول ما انا فتح اكس الصح هبتدي الاول اخش اعمل انا كده دخلت في الكنال دخلت في الكنال دخلت في الكنال دخلت في الكنال شكرا الموشن بتاعتي شايفين ده بتتحرك ازي بالراحة خالص اوكي بحاول اعمل هنبص طبعا هنا طبعا من تحت عشان نشوف ايه احنا عاملين الفايل اهو وصل للأيبكس ونروح طبعا هنا هنخش في الكنال نفس الكلام هنبتدي نتحرك براحة خالص تمام نفس الكلام عد اهو من الأيبكس بردو تمام وبعد كده هخش في الكنال ونفس الكلام طيب انا كده عاملت انا كده عاملت يبقى اخرت يبقى اول ستاب عندي هعملها هي كورونر فلايرنج زي ما اتفقنا هنخش في الارفز بتاع كل الكنال بالارفز اوبنر نعمل انا هخش الاول بالارفز اوبنر في الميزة بكر الكنال هنا هوا اوكي وابتدي اشغله وحركه على كده شايفين انا بعمل على خلاص هبتدي اخش على الكنال التانية قبل الكنال وبين كل الكنال وكنال انا بننضف وبتطمن عليه ان لسه كويس هلو كده بعد كده هبتدي اخش على الكنال نفس الكلام بالراحة خالص انتك البيتش فايرنج على الولز تمام ونفس الكلام في البلط الكنال اوكي كل اللي انا بعمله ده ليه علشان اعمل اعمل هتشوفوا هي فرق الدقيق دلاتي بعد منشتغل في شوية بس اوكي هنبتدي دلاتي نعمل الارغيشن كويس شايفين دلاتي السوديوم هابوكرويد عمليه بقى لونها قبلت ازاي عشان هو كلب اللي بتشوك تلال ونبتدي بقى النضف الكلام ده كله اوكي ونبتدي نشوفه نشوف الدنيا جول ابتدت الدنيا توضح ابتدت الدنيا توضح ازاي حواليكو دلاتي لو عملنا زوم كده اوكي ايدي ميزي واق الكنال وايدي دست واق الكنال وايدي البلت الكنال الكنال زي بتدت توضح تمام اروح داخل تانية عامل المرحلة دي بقى ببتدي اخد فيها الوركنج لانس التاعي اوكي بخش الاول اتاكد ان الكنال اوكي نفس الكلام هنا ببتدي دلاتي اخش اتاكد ان الكنال سبيتنت ومرحلة دي هي اللي انا باخد فيها وركنج لانس شايفين هنا الان بيتو حاولي عبرلكو زوم اكتر تشوفوها بشكل احسن ايه الان بيتو استخبائي هنا هي جوه وطبعا ده بسبب اللي احنا عبرناه فبقى باينها بشكل احسن نبتدي بقى في المرحلة دي عشان هي معبوجة في الول نبتدي نفتحها بقرفس اوبنر دخلت مع على طول دخلت مع وكده الان بيتو الان بيتو عندنا بقوا كنال واحدة اوكي زي ما انتو شايفين اوكي الاسوديم هان في مرحلة جوه عمال ياكل طبعا في البلو بتشلو جوه اوكي هنبتدي بقى دلوقتي هنعمل احنا بقى دلوقتي خدنا الوركين بتاعنا بتاع القناة قلنا حاجة كمان بنعملها زيادة بناخد عشان نارك نخلص على كامل فانا جاي معي كمان فال خمستاشر اوكي هنعتبر ان الكنالس كلها انش الفال بتاعها خمستاشر عشان هنخلص على فال خمسة عشرين بس عشان ما اطولش عليكم اوكي لسه الان بيتو فيها حتة هنا احاول نفتحها فبنقيس الانش الفال بتاعنا هنعتبر ان الانش الفال بتاعنا في الكنالس خمستاشر علشان بنخلص على خمسة وعشرين بسه كده تمام اوكي طيب هنعمل دلوقتي خدنا انش الفال لانا خمستاشر في الكاميراتز كلها اوكي اول فال عندنا عامل مبيعديش بندوس عليه مضبوط هاو هيتبس الكاميرا عشان تبقوا شايفين ايدي هنا تشتغل عامل مبيعديش تمام عامل مبيعديش في البالتل طبعا بيعدي بصوا هنا في البالتل اكي نعايز اقوليكم حاجة عشان تبقوا فاهمين بصوا هنا في البالتل الكنال 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 فتحة لاتريل مش فتحة لاتريل هيا مش فتحة عند فدي على اكس ري عشان تخلص على لابل بتاعك هتبني نهاية شرطة بتاع ميلي بصلا بص فعشان كده بنعتبد على اي بيس وكدر ميش المهمة احنا دلوقتي هنبتدي نخش نعمل كمام انا محض ال هبتدي اثبوته على 18 ميلي ووركينج لانس و احنا اخدنا الانيشل فايل بتاعنا لانا خمستاشر فهنقفل في كل الكنالز على سيز 25 كفاية عشان نعمل انا دلوقتي عملت الافيجيشن فول بتاعتي وهو خشهو في الميزة وقل وباتحرك اوپنداون اوپنداون لغاية لما اوصل نفس الكلام هنا في الدست وقل اوپنداون شايفين الموشن بتاعتي هوريه لكم الجمع بالراحة خالص اوپنداون ما بعملش اي اوقف هنظف هعمل تاني اوپنداون 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 نظف نفس الكريم في كل الكنالز على ستاعتي والبالت الكمين ننضخ الفلوط بقى الفايل بس كده خلاص شاكين الكمترول ميموري فايلس بقى ممكن نعم فيها ايه ممكن يكتنو معاك عادي جدا ويخش بقى الكنال فور باتر اكسيساباليتي تمام اوكي بعد كده هننضف كمان بالفايل الخامسة وعشرين بتاعنا وهنوقف على كده عشان مطولش عليكم فيديو بس نبقى راجعنا مع بعض الستابس المهمة بتاعت الكلينيق و الشيبنج ايجيشن طبعا كويس اوية اوكي كده الكنالزة بتغيرت تبقى واضحة تمام لتيله يخش ننضف بالفايل الاخريني بتاعنا ونضف بالفايل اوكي ثلاثة كمان لانصل لفوروكين لانس واحد اثنين خلاص طبعا لكنا لو لقينا انش الفعل اكتر من 15 كنا هنقفل على اكتر من كده بس سيبنج تايم بس عشان الفيديو احنا عطبرناهم كلهم 15 هنبص دراية تحت الميكروسكوب اي دي ميزة باكل كانال واضحة جدا نفس الكلام الديست باكل هقرب لك اكتر اي دي ميزة باكل اي دي ميزة باكل وديست باكل ناكس بقى ديمو هنتكلم على اكتر ايشن على اكتر ايشن عشان انتبهوا شايفين كل حاجة عشان انتبهوا شايفين كل حاجة